الرب يفتح ولا احد يغلق والرب يغلق ولا احد يفتح نقرأ هذه الكلمات في سفر الرؤية بس دي كلمات عظيمة لازم نبقى وثقين ان الرب يقفل كل ابواب جاي منها ازالينا او كل ابواب فيها خداع وابليس يفشل فيه ان يفتحها مرة اخرى لازم نسق ان الرب يفتح لنا ابواب ابواب تزديد الاحتياجات بتاعتنا ابواب للنجاح ولكل خادم بيخدم الرب ابواب للصمر الكثير ونؤمن ان الرب يفتح الابواب دي ولا احد يستطيع ان يغلقها عزيزي المشاهد لو ليك علاقة حقيقية بالرب يسوع لازم تسق ان الرب بيقفل ابواب وبيفتح ابواب وفيش حاجة مطروكة للصدف او لرغابات الاخرين لا كل حاجة تحت هيمنة الرب من اجلنا يعني بيفتح الرب بيقفل باب وبيفتح باب من اجلك لخيرك عشان تبه زي ما وعدك تكون في الارتفاع فقط رب وعد كل شخص ليه علاقة حقيقية معاه كل شخص بيحبه لو انت بتحب الرب الوعد ده ليك ان كل الاشياء تعمل معا للخير ان كل الاشياء ستساهم في انك تكون في الارتفاع لو انت ليك علاقة حقيقية بالرب ومن علامة هذه العلاقة انك ضد الخطيئة وبتحب الرب مية في المية رب هي في الابواب ويفتح ابواب عشان تبه من مجد الى مجد عشان تبه في الارتفاع علشان حياتك تبه لصمر عظيم عشان حياتك تبه فيها نجاح الهي نجاح غير عادي وابدأ معاك عزيزي المشاهد بتأمر سريع في آية رقم 36 سفر اخبار الايام الثاني اصحاح 29 وفرح حذاقية حذاقية ده الملك وكل الشعب من اجل ان الله اعد الشعب لان الامر كان بغتة هو الحديث هنا عن الاحتفال العظيم اللي عمله الملك حذاقية اللي هو عيد الفصح بس الاية بتقول ايه ايه سمع فرح الشعب ايه سمع فرح الملك انه شايف ان الرب عمل حاجة ما كانش شايف لها مقدمات ده معنى لان الامر كان بغتة يعني تفاجأ باللي عمله الرب في الشعب من اجل ان الله اعدى الشعب لان الامر كان بغتة يعني لازم نتوقع ان الرب بيفاجئنا بحاجات بدون مقدمات يعني بدون مقدمات كده انت بتصلي هديلك سرين من اجل ابنك بدون مقدمات ابنك اتغاية حاجة حصلت كده فجأة غيرت ابنك وبقي شخص اخر مختلف تماما حاجة فجأة جبيئة الرب نتوقع مفاجئات الرب الصارة المفرحة ربي يفاجئنا يفاجأك بحاجة كنت يائس منها تماما يعني مثلا عندك عندك ارض مثلا يائس منها ما تجيبش صمر فجأة تلاقيها جاب الصمر غير عادي او بضاع عندك التتاجر ما فيش امل منها فجأة يجي عليها طلب وتكسب منها مكاسب غير عادية دي اسمها المفاجئات الالهية الصارة اللي بتفرح هنا يقولك وفرحة حزاقية وكل الشعب لان الامر كان ايه بغتة العمل والرب كان فجائي بلا مقدمات بلا امور يعني احيانا الرب اه يمشي معاك سنة سنة وتشوفه الامور بتتحرك 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 لغا ايه لانتك تمل لكن احيانا الرب يعمل ايه مفاجئة تلاقي فاجأة كده العمل حاجة حصلت حاجة غير متوقعة وبلا مقدمات امور اختلفت زي اللي حصل مع شعب الرب مثلا لما شعب الرب كان محبوس في مدينة بابل وفجأة بلا مقدمات ما كانش فيه مقدمات وبلا مقدمات سقطت حكومة بابل والفرص امتلكوا المدينة وفتحوا الابواب وسمحوا الشعب الرب انه يخرج ويعود الى اوروشالين مفاجأة حاجة غير السياسة السياسة في الوقت ده تقول ان المملكة البابلية ياها دي قوية جدا ياها تستمر لكن لا الله يفاجئ اولاده بس اولاده عليهم انهم دايما في اي ظرف يبقى عنهم عليه هل عينك على الرب لو عينك على الرب هتتمتع بالله انا بقوله من وقت الاخر يفاجئ الرب بحاجة انت مش شايف اي تمهيد لحدوثها ويمكن مش مشغول بيها ولا بتفكر بيها لكن الرب هو اله المفاجآت الصار العظيمة يعمل حاجات فجائية ما حدش يقدر يعملها غيره وعشان كلنا نقول دي ايد الرب ان يد الرب قد فعلت هذا وفرح حزاقية لان الامر كان بغتة عزيزي المشاهد تعالى معي الى سفر الخروج اصحاح واحد وعشرين بنكمل التأمل في ما قالته الشريعة شريعة موسى اللي استلم موسى من الرب في منطقة حريب وهو فوق جبل سيناء بنكمل التأمل في الجزء الاول الهام في اصحاح واحد عشرين بتحدث عن قوانين الله التي تخص نظام العبيد في العهد القديم قلنا باختصار نظام العبيد ده نظام قديم والكتاب المقدس لا يريد أن نكون عبيد للناس يعني ضد النظام في اساسه يعني كتاب يقول كده لا تصير عبيدا للناس ليه احنا اشترينا بثمن احنا ملك الرب منفعش نبع عبيد لأحد ولو انت شايف نفسك عبد الحاجة عبد الخطيئة لازم تستثق ان الرب حرارك وتصلي وتؤمن بحرية حقيقية ولو انت شغلك ده شايفه كأنه عبودية وفي قسوة وفي تسلط وفي ظلم لا لازم ترفض ده وترفض ازاي انك تصلي من اجل ان هذه العبودية تنتهي ولو الرب قادك انك تعمل حاجات اعمل الحاجات مدام مش بتكسر فيها وصية للرب لعني لازم تطالب بحقوقك لازم تطالب ان الناس تعاملك اللي بتشتغل عندهم باحترام محدش يجرح انسانيتك ليه لان انت انت ما فهم انك انت صورة الله مخلوق على صورة الله فزي ما قال يعقوب وحذر انه مينفعش الانسان يتشتم ليه لانه ده مخلوق على صورة الله فلازم نبقى جوانا الرفض ان احنا نعيش كعبيد بس نبدأ الرفض بالصلاة عشان الرب يدينا الطرق اللي تنجحنا في ان احنا نطلع من حالة العبودية انما في وقت العهد القديم زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت كان النظام ده موجود بس الرب باد اترخل ما منعش النظام لاني زي ما قلت من اجل قساوة قلوب الناس في ذلك الوقت مش عايز يؤمرهم بحاجة ما قدروش يعملوها وبالتالي هيفشلوا فنظم لهم الموضوع اللي بيها العبد ما يعيش عبد زي العبد اللي في مصر زي العبد اللي في قرام زي العبد اللي في أشول لا يعيش عبد مختلف كأنه بيشتغل شغل ما فوش معاملة بعنف قلنا ان في ايات انه ما يتعاملش العبد بعنف يتعامل بمساواة لازم ليه اجازة زي صاحب العمل بالظبط عنده يوم السبت راحة لازم ممنوع انه يتسرق او انه حد يسرق واحد زي ما كان بيحصل مع الافرقة قوانين محددة ممنوع انه يتظلم في ايات بتقول ما تظلمش اي عبد لو هو هرب من صاحبه وراح يشتغل في حتة تاني عنده واحد تاني التاني مش من حقه يرجعه للسيد بتاعه الاولاني دي كلها قوانين عشان الرب بيحافظ على مشاعر العبد ويخلي وجوده كعبد شغل وقلنا في الحلقة اللي فاتت اهم شيء انك تب واثق ان الرب بيهمه مشاعرك يعني اللي فهمه من القصص دي ايه او من القوانين دي ان الرب يهمه ان انا متهنش يهمه ان انا يعني قال عن العبد ما يزلمش يهمه انه انا متعملش بعنف فالرب ما دام يهمه كده يبقى لما يحصل لظلم او عنف اصلي بايمان والرب قادر ان يوقف هذا العنف اللي جاي علي او هذا الظلم او ان مشاعر يتبقى بتتبهدل كل يوم يعني انت زوجة مثلا زوجك طول النهار يشتم فيك هل ده مشيقة الرب يشتم فيك طول النهار لا ده مشيقة الشطاب يبقى انت لازم تبقى في الصلاة بايمان وتطلبي اقاف لهذه الاهانة المستمرة مباش سلبي والرب لو ارشدني ان انا اعمل امور معينة لايقاف هذه الشتيمة المستمرة اه اعملها مدام بس امشي مع الرب ما اعملش ردود افعال بشرية لان الردود الافعال البشرية تعمل ايه تزود الظلم تزود الاهانة لاني رديت عملت رد فعل بشري لما اعمل رد فعل قوي بس بقيادة من الله ومينجح لاني مشيقة الرب ان العبد مش الزوجة بقى اذا كان العبد ما يزلمش مشيقة الرب ان العبد ما لا يعامل بعنف ومشيقة الرب للعبد انه مستمرش طول عمره في عبودية ده هو عبد عشان عليه فلوس لدي مش سددها فيشتغل عبد عشان ياخد فلوس يسدد بيه الديون اللي عليه قلنا حاجة مهمة جدا ان العبودية او نظام العبيد في مع شعب الرب يختلف عن باقي شعوب العالم في الوقت ده في حاجة مهمة جدا ان لا توجد عبودية ابدية يعني الا في حالة خاصة ونشرحها انما العبودية اقصى سنين لها كام سنة ست سنين يقول كده الكتاب اذا اشتريت عبدا اشتريته عشان يسدد ديونه فست سنين يخدم ست سنين بس تقول لي لا طبعا انا دفعت فيه ثمان اكتر من الشغل بتاعها ست سنين ما ينفعش ده قانون الهي ست سنين وفي السابعة يخرج طب تقول لي يطلع اي سنة بس يدفع لي شوية فلوس لا ما ينفعش برضو وفي السابعة يخرج حرا ايه مجانا يخرج حرا مجانا ومكتوب كمان فيه الشريعة انه مش يخرج بس حر ومجانا لا ده ده الصاحب السيد بتاعه لازم هو طالع يدينه بقى لبسه يدينه اكله يدينه كرامه عارف النظام اللي هو يقول المكفأ اللي اخدها الشخص في نهاية المدة اه ده موجودة انا موجودة في من ايام موسى اذا انا بحكم القانون الالهي خلصت ست سنين ما فيش مش مسموح اشتغل اكتر من كده بس مش اطلع كده وخلاص اطلع وانت اعطيني مكفأة اه او او تقدير او اه تعمل لي حاجة بتقول لي فيها اه اشكرك حاجة اه حاجة فيها مادة وانت وانت لو صاحب عمل لازم دايب باتجاه قلبك واحد اشتغل معاك ثلاث اربع خمس ست سنين ما يمشيش كده لازم تمشي وهو مفسوط لازم تمشي وهو حاسس انك بتحبه لازم تديله على قدر امكانياتك ليه لان المسيحي الحقيقي دايما عنده مبدأ العطاء العطاء بسخاء لان ليه لان اله هو يعطي بسخاء فهو زي اله واخد العطاء بسخاء دايما يحب يدي دايما يدي بسخاء دايما يزرع بعطاءه يزرع بركات في الناس فالكتاب قال كده ان العبد ما يخدمش اكتر من ست سنين وهو طالع سيده اللي كان يشتغل عنده يعني يكرموا الكرام غير عادي منتعلم الحاجات دي منتعلم يعني لما ييجي حد يخلص لك شغل او واحدة تساعدك في البيت في تنظيف البيت مش تديها الاجر بس لا المؤمن مش كده المؤمن مش كده المؤمن دايما عطائي ودايما يبارك ودايما ما يحسفش بالقانون يعني يقول يقول ده دي اشتغلت عندي اربع ساعات السعر كزا يبا تاخد كزا لا ده عنده كل الناس انما انا مختلف انا الرب بيباركني فلازم ابارك الناس الرب بيعاملني بالنعمة يقي لازم انا عامل الناس بالنعمة الرب بيعاملني مش بحسب اعمالي لا ده الرب بيكاف بيديني اكتر مما استحق طاب دي اشتغلت أربع ساعة تستحق كذا بس أنا عشان أنا عندي لدي ببعندي روح العطاء أدي أكتر ما خافش ما خافش ليه لأني ما يزرعوا الإنسان إياه يحصد أنا بعمل الناس بالحب ومش بالقوانين وده اللي استحاوه بدي أكتر الرب بيتعامل معايا بهذه الطريقة لأني ما يزرعوا أنا زرع عطاء الرب هيديني عطاء أضعاف اللي أنا زرعته إذن بعد ست سنين العبد هيسيب سيده خلاص وبعدين في هنا بقى حاجة متميزة بيقول ولكن إن قال العبد في آية رقم خمسة أحبه سيدي أحبه سيدي أحبه سيدي وهنا دي أول مرة في الكتاب المقدس نقرأ فيها كلمة أحب أنا أحب إن قال العبد أحب سيدي يعني نقرأ مثلا إن يعقوب أحب رحيل وعشان يتجوزه كان عنده استعداد إنه اشتغل سنين سنين وعشان يتجوزه اضطر أن يشتغل 14 سنة سبع سنين قبل الجواز وسبع سنين بعد الجواز اضطر أن يشتغل عند العبان عشان يتجوز رحيل بنت العبان كان 14 سنة بس بسبب الحب يقول لك كانت في عينيه كأيام قليلة لعني لما بتعمل حاجة بسبب الحب مقم ما كانت صعبة مقم ما كانت متعبة تبقى في عينيك كن وقت قليل قال الكتاب كده بسبب محبته رحيل كانت في عينيه السنين دي زي ما تكون أيام قليلة واللي بيخدمه الرب بقلبهم نتيجة حبهم للرب أحياناً بيتعرضوا لإضطهادات أحياناً بيتعرضوا لي اللي سماها بوليس ضرورات يعني يبقى في حتة ما فيهاش أكل يبقى في حتة ما فيهاش سرير مريح ينام عليه فيضطر ينام على الأرض في حتة نشفة فيضطر أن حاجات ضرورية ما يلاقيهاش ممكن يقعد فترات مش لاقيه أكل بيغنب في حتة كده مش صايم مش موضوع صيام لكن ده ما فيهاش أو ما فيهاش مية نظيفة لكن بتبقى عنده كل الحاجات دي إضطادات وضرورات زي ما قال وديقا زي ما قال بوليس ولا حاجة ليه؟ لأنه بيجد لزة في خدمة الراب ليه؟ عشان الحب عشان بيحب الراب فالمحبة تخليني أتعب وأسمي التعب ده تعب لذيذ يعني أب بيتعب من أجل أولاده علشان يجيب لإبنه شقة عشان يتجوز أم بتتعب من أجل أولاده ده تعب مش هيبب أرف لا ولو تعب ده فيه أرف كده وغزبا عني بعمله بانت بقى بتحبش أولادك ولا أنت بتحب أولادك لأنه دي المحبة المحبة بتخلي تعبك لأجل زوجتك لأجل أولادك مهما كان زي ما قال الكتاب عن يعقوب في حبه لرحيل هنا بقى العبد قال ايه؟ احب سيدي انا بحب سيدي خلصة السنة السنين بس لأني بحبه أنا مش شايف أن شغلتي دي وحشة ولا شايف أن دي عبودية ولا شايف أي حاجة أنا شايف أن أنا بحبه ومش عايز أسيبه يقول كده إني فقال العبد أحبه سيدي لا أخرج حرا هنا دي عبودية الحب وعزيزي المشاهد ده اللي لازم الإنسان العرف في الرب يقوله دايما أنه أنا مش عايز عيش في مش عايز أبحر مع الخطيئة عشان بحب الرب هنا قال لا أريد أن أكون لا أخرج حرا وإن قال العبد أحبه سيدي لا أخرج حرا ده لازم يبقى كلماتي أني أحب الرب فأنا عايز أبقى عبد للرب عبدي يعني إيه والعبد إيه معنى عبد أني يبقى مطيح في كل شيء وده الفرق بين العبد والخادم الخادم ممكن مرة يقول لا سيده يقول له بكرة تعالى يقول له لا مش فاضي العبد ما قدرش يعمل كده العبد عليه أن يطيح سيده دائما فأنا في علاقت مع الرب يسوع أقول له أنا عايز أطيعك دائما ده معنى أن أنا عايز أستمر عبد وعشان كده تلاقي الرسول بوليس الرسول بوليس في أقرالك في مقدمة رسالته لروميا كتب قال إيه قال بوليس عبد عبد ليسوع المسيح بوليس عبد ليسوع المسيح يعني اختار أنه يبعبد نتيجة إيه حبه حبه ليسوع المسيح خليه يقول له يا رب أنا عايز أبعبد ليك عايز أطيعك في كل أمور حياتي ومش عايز في يوم واحد أنا أختار أنا عايزك أنت تختار لي ده معنى كلمة عبد أريد أن أطيعك أيها الرب في كل شيء وبلا تحفظ أنا أحب سيدي الرب ولا أريد أن أكون حر أنا عايز أبع عبد لي زي ما قال بوليس عبد ليسوع المسيح عزيزي المشاهد هل تستطيع أن تقول هذه العبارة أنني أحب الرب لا أخرج حرا هل تستطيع أن تقول مع بوليس الرسول أنا فلان عبد عبدي يعني إيه يعني هطيع الرب في كل حاجة عايز أبع في ما شئته هل تستطيع أن تقول حاسي الكلمات إذا أنت ما تقدرش تقولها وتقولها قلتها هبك أداب تعال للرب وقول له يا رب نقيني واشتغل جواي عشان أقدر أقولك بخلاص وبأمانة أن أنا عبد لي لا أريد أن أخرج حرا عزيزي المشاهدة كمل معاك في الحلقة القادمة الرب معاك إلى كل أحبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب لا دينون الآن هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند التلقي مرسلاتكم هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها رسلونا على البريد الإلكتروني mail at pastordaniel.org أو العنوان البريدي أنهار الحياة صندوق بريد 3030 الحرية هليو بوليس القاهرة كمهورية مصر العربية أو rivers of life PO Box 433 greenford UP5 9BJ UK أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012 2 500 77 88 وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org أربوا معكم وإلى لقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية